السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الصحة تكونها بس كيراكم خوتي جاسبير تكونوا بياه وندخلوا في موضوعنا ولا قبل ما نبدأ وخوتي رحبوا بالنظم للقناة الجديد وقلوا له أهلا وسهلا وبرك الله فيك وخوتنا القدم نقول لهم بارك الله فيكم ربي يحفظكم أنتم أخلاص راكم مننا وعلينا لهذا بارك الله فيكم وربي يحفظكم خوتي ما تنساوش خاصة اللي يتفرج فينا جديد يشترك معنا في القناة ومرحبا به وتفعيل خاصة تنميزة الجارس للقدم والجدد أكا يصلكم جديد الفيديوهات واللايكات وليكمونتير بلما نوصيكم خوتي وبرك الله في الجميع الرؤون خوتي الموضوعنا هي خلاصة مشاركة خاصة كل من تونس والجزائر والمغرب مشاركة هذه المشاركة الأشقاء شاء الخلاصة اللي استخلصناها من هذه المشاركة الناس في النصف النهائي وحنا شربحنا أربحنا المعايرة والسب والتطياح وذيك 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 سارت فيها أنا كجزائري أخوتي ما نكذبش عليكم نجيكم من الأخر ما نبغيش كي المغرب تربحني ما نبغيش كي تونس تربحني ما نبغيش كي المصر تربحني هذه فينا احنا فينا كشمال إفريقيا كعرب كمسلم هذه فينا هذه الغيرة كنت سيبخوك تأخر من الخوك تأخر من كتأخر ما نجييع Давайте سأعلم لكم العبوش لغير حتى بت leer ملايك أو سوالك من الذي سنلوظasons مع بعضانا، أحنا وسأعلم بملادي ول Don mal amえーwe الذي لا يريد ولا يريد ولا يريد ولا يريد ولا يريد ولا يريد ولا يريد الذي لا يوجد الخير في بلده، ويجبا العديد عن ب discomfort ليس هنا بالنسبة ل FAida يمكننا أن أخيظكم ملايك أو سبخين تلعب الجزيرة ومصر تلعب الجزيرة ومصر تلعب الجزيرة مع اي بلد عربي نحاوس الجزيرة تربح وعليه خاج هذي فينا ونبغو احنا نضحكوا مش نضحكوا من نبغو نشوفوا روحنا على بعضه وهذه ميزة العرب للأسف كل عربي يحاوس يشوف روحه فور على اخوه وهذه حتى في العيلة كانت في العيلة بين الاخوة تشوف كل واحد يحاوس يكون خير من الخوة الصغير خير من الخوة الوسطاني خير من الخير المهم احنا الخلاصة اللي استخلصناها اخوتي مربح ناوالو مربح ناوالو لاحنا كجمهور ولا الفرق التاوعنا الفرق التاوعنا مشاركات كارثية ما متوصل للوي فينار ولا الكارث فينار كارثة بأتم معنى الكلمة كارثة شو منتخبات مثلا ندو تونس مشاركة 17 او 18 مرة مدية لقب واحد الجزيرة مشاركة كذلك 16 مرة مدية لقبين والمغرب مشاركة مشاركة كارثية احنا شرب احنا اخوتي منتخب منفوخ اعلاميا منتخب تعيس طماطيش تخرج علينا في الطريق وفي العرب صلوط طماطيش تبرح عن الجزائر وتوسيف الجزائر راخر من الجزائر يخرج يطيح المغرب المغرب يطيحها كما كو هي رايحة والمشكل ان كلا الفرق الثلاثة لا تلاقاوش في ماتش هذه اللي الدوخة لا تلاقينا في ماتش ما لعبنا معاهم ما كنا معاهم في مجموعة ما كانوا معنا في مجموعة والشحنا قاعدة قاعدة وزدنا اضفنا السي سبيس لهذه الكان الكارثية لولا المنتخبات المغاربية لا تشوش فيها تفاعل كثير لا تشوش خوتي فيها تفاعل بزيف التفاعل بزيف مين؟ من الجزائريين من المغاربة من التوينسا على ما بينتهم تونس تلعب في كندا والجزائر تلعب في الجابون ومروك تلعب في الروس ونحن نحضر مبيناتنا لا تخسر تربح تربح كارثة بأتم معنى الكلمة الخلاصة التي تستخلصوها أن المنتخبات التاوعنا ونحن كجمعور لا تستفيد نوالو الناس ستتلعب في النصف النهائي والناس ستتتوج بالكأس هذه القارة ونحن قيل والقال والقيل والقال والقيل والقال سيرت أنا قلت لكم ونعاود نقول لهكم خاتي كي تلعب الجزائر كونترا المغرب مع الجزائر ونبغي الجزائر تنبح ووالو نتقلق ونطيع ونفعل وكذلك المغربة كونترا الجزائر والتوانسة كونترا الجزائر ومصاروة كونترا الجزائر هذه الدربيات كما تدربي مثلا الراجع الويداد كان مولودية اتحاد العاصمة الأهلي الزمالك فورتون بلاد واحدة وقدر تصيبهم في عيلة واحدة وتصيبهم الضاربين ولكن كما نكون نلعب مع بعضنا ونشجعوش بعضنا كارثة لماذا قدروا يفرقوها كورة القادم قسمت كل شيء ان شاء الله هذه الفتنة تفوت ان شاء الله هذه الفتنة تفوت اللي اضحك اضحك وللعب العب وقلت لكم خوتي شوف الفعل وردت الفعل فيها تضحك علي اليوم نضحك عليك غدوة تضحك علي غدوة نضحك عليك منغل او بعدها قدر بش نستفهمنا تضحك علي البارح نضحك عليك اليوم انا نخسر اليوم تتخسر غدوة تتخسر غدوة انا نخسر بعدك تتربح انا نربح هذه كورة قادم فيها الخاصر وفيها الربح ما تقعد تتربح ما نقعد انا نربح الانجازات والتتويجات والارقام تقعد كي تقولي الجزائر ربحت 35 مقابل انا نقولك هو مش يجي تشكك لي في النتيجة وهي محترف بها من اكبر المواقع العالمية من الفيفا من كل المواقع تدخل طب ايش حال انتصاراتها او عدم اللي خسر المنتخب الجزائري مثلا المغرب تقولي ما ربحت كاس افريقيا نقولك الله ربحت كاس الماغري ربحتها قديمة مي ربحت قاعد التاريخ فاني مصد كي ربحتها بست ايكي كانوا يلعبوا ربعة خمسة تعفيرة ودات كاس افريقيا نقولوا لا ما تحسبش التاريخ يقعد توليس كي تقولي ربحت نقولك ربحت كيف انت هي ربحت في الدوميقات تقولي لا ما ربحتش خدش لعبتها في بلادها هذي مكش منها التاريخ يقعد والنتائج تقعد ولكن كي تجو تجو في الخلاصة المنتخبات احنا نسينا خاطئ نسينا الحاجات اللي خسرت المنتخبات ولا الحاجات اللي ما خلاتش المنتخبات تقدم ولا تروح للنهائي ولا تتوجش حال ملكاس ابريقيا ليس هذي الكاس ما من الكؤوس الافريقية اللي فاتت خلينا الاسباب الحقيقية خلينا الامور التقنية والامور الفنية والامور التنظيمية والامور اللوجستيكية وكل هذه الامور وقعدنا مدابزين بيناتنا تربح تخسر تربح تخسر تاك 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 هذا ما قعدنا نعسو وكي جي تشوف اسباب الخسارات تعنا ولا اسباب اللي رانا فيها هي احنا بحد ذاتنا كمنتخبات وكجمهور احنا يا الجمهور نزيدو فيها والمنتخبات خطرات كي يوصلوا بواحد المرحلة يحسبو روحهم وصلوا يتناساوا قاع الفيرق اللي موحدهم ولا اللي انفاصليهم ولا خطرات البينو يكون كاريتي وحنا نزوقو فيه وحنا نزوقو فيه البينو كاريتي وحنا نزوقو فيه نحن المتخب الجزائري نحن خرجنا بكارثة كارثة بأتم معنى الكلمة نحن عدنا ثقة في هذه المجموعة وخاصة الكول جمال برماضي وخاصة الكول جمال برماضي وكما ترى الكول جمال برماضي يجب أن ترى ترى كذلك منذر كبير تونس تحمل المسئولية رغم الإقالة وهذا أكبر خطأ عملاته الاتحادية التونسية لكرة القادم مقابلة فاصلة جيدة نورمامو يدعموه نورمامو يحطوا ثقة في الجوار ويحطوا ثقة في المدرب حتى لو مش في تطلعات الجماهير ولا الاتحادية تع تونس ولكن كانوا يقدموا يقدموا كيفا يتقدموا خاوتي بوضع ثقة في منذر الكبير سارت خسروا كذا من الماج في مدة شهرين خمس مقابلات ولكن حقا كما احنا قولوا الطموحات تعود وصل الكأس إفريقيا أو صل الدور الربع النهائي أو صل الدور الثمن النهائي أو صل الدور الثمن النهائي وكذلك اتأهل المباراة الفاصلة عندكم مباراة الفاصلة لهذا كان من الأفضل يخلوه منذر كبير وعينوا المشكلة وعينوا المساعد المساعدة تروح للمغرب كذلك ولكن عقدة المغرب دائما في الربع النهائي والنصف النهائي نورما ما يعالجوا هذا الخالل ويعالجوا إلا قاعدنا نعسوا في بعضنا ونعسوا كيف نربحه وكيف نربحك وكيف تربحني سارت عزني شوف أهدر أضحك كي تربحني ولا نربحك انا نضحك والتضحك بس هكي ما نكونوش في رحبة ولا ما نكونوش في مجموعات ولا تا عندك تصفية كأس العالم وانا عندي تصفية كأس العالم وراخر عنده تصفية كأس العالم على هذيك الشحناء وعلي هذيك البغضاء وعليه مني ومنك مني ومنك لازم نعرفوا سارت كي تلعب لي يا أخويا سب على روحك اضحك واسي دير لي بغيت وانا كي نربحك فياني اي خليني نهدر راكم فهمي يا خوتي بس احكي ما نكونوش مع بعضانا يا ابن عمي بزيف المهم خوتي هذي بغيت نديله هدايا وان شاء الله هذا اخر موضوع بارك الله في الجامع ربي يحفظكم خوتي والسلام عليكم